أهلا بحضراتكم من جديد كان من ضمن قرارات اتحاد الكورة في جلسة الأمس تعيين محمد يوسف مدربا عاما وإقالة فيتوريا تعيين يوسف وإقالة فيتوريا كان خبر مهم أو قرار مهم لاتحاد الكورة محمد يوسف مدرب عام للمنتخب الوطني الأول انتظارا لتعيين المدير الفن الأجنبي حسب ما ذكر الاتحاد في قراره ووجه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا بعد مسيرة قصيرة مع المنتخب الحقيقة شاهدة تباشموندس إجماع كبير على ضرورة إقصائه قدم تقرير تدرسه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الاتحاد شافوا فيه ما فوش أي حاجة تبشر أن الرجل يستمر يعني الظروف اللي صارتها كلها تنتهي عنده هو يعني يقول لك إحنا كنا أكتر فريق عنده تسجيل أهداف في الدور الأول وإحنا أكتر فريق استقبل أهداف يقول لك الأهداف اللي كانت بتيجي فينا كانت عكس المباريات طب ما هو الأهداف اللي كنا بنجيبها النتاج برضو ضربات حظ يعني يقول لك الرطوبة أثرت على أداء اللعبين وكأن بقية اللعب الأفارقة مش محترفين هما رخرين يعني الحياة لم يقنع أبدا في أي سبب أو تفسير قدمه هو أقدم مبررات ولذلك مش هنضيع وقتنا في الاتفاق على ضرورة رحيلة لأن إحنا من الأول ما كناش مع بقاءه طيب النهاردة عايز أتوقف عند اختيار الكابتن محمد يوسف لأن برضو زي ما انتقاط حاجة أثرت في برنامج الكابتن متحس شالبيل لازم عايز أتطفق معاه أنا وفقت على حاجة أثرت في برنامجه الكابتن مجد عبدالغني لما هو بيقوله إيه رأيك في تعيين الكابتن علاء نبيل والكابتن محمد يوسف قال كلمة مهمة جدا أنا موفق عليها تمام هم ليه محمد يوسف ده مجاش مع فيتوريا من الأساس أنت قلت لي سبب إيه هو السبب أنه حازم إمام كان اقترح على فيتوريا حسب مقال حازم محمد يوسف لكن فيتوريا شاف السيفي بتاعه قالك ده كبير وده كان يشتغل مدير فني مكاني أنا عايز حد أصبر إذن حاجة أنه هو كان مدير فني إيه ليه من السيفي بتاعه أنه يجيله حد محترم حد كان مدير فني اللي قاله واخد دورة أبطال أفريقيا سيبك من إحنا لا إحنا مش هنزكي كابتن معامد يوسف أنا بكلمك على فكر المدارب الأجنبي مش على كفائد كابتن محمد يوسف خلاص إحنا كلنا عارفين أنه هو اختيار جيد وكف ولكن أنت قلت إيه فيتوريا اعترض طب النهاردة تعالى مام هذا الاختيار لأنه كابتن مجدي لما قالك النقطة دي أنا سرحت وعنده حق ليه ما عينتوش أنت جاوبت طب إفري للنهاردة أنت عينته والمدارب الأجنبي الجديد فكر زي فيتوريا كده حتمشيه لأ طب لأ ليه لأ طب لما أنت تقدر ما تمشيهوش ما اخترتوش ليه مع فيتوريا يا أستاذ إبراهيم في المعايير مفقودة تفاصيل أنت كلها تجيب المدير الفني وتضغط عليه بألواحد بحجم الكابتن محمد يوسف بدلل أن أنت هتعمل ده دلوقت يعني هتجيب مدر دلتجيبتوا واحد حجم اثنين يجايبوا تبيعوا لو الراجل اعترض فتقولوا مع السلامة وده يبقى شيء غير لائق ويبقى بداية فشيلة طبعا يجايبوا تفرضوا فإذا كنت تستطيعا تفرض المدرب المساعد ليه ما فربتوش يبقى دي من قصص التفاول إنما أنت تبقى مهرول ومرين إنك تخلص وأي حاجة أقولك عليها تقول له حاضر وتجيب له واحد بالمواصفات إنه يبقى كينه مش موجود هذا كلام عبس ده هو ده جزء من الحساب الواجب لما نختار هذا الجهاز إذا كانت قالك كده كابتن حازم كان ينبغي ما تتعاقتش من الأول مع فيتوريا هو أنت عايز واحد نفصله لك إنه ما عادوا جنبك ما قالواش رأي طيب إذا كنت إنت كاتحاد مش عارف تفرض الراجل ده ما إنت كاتحاد جايبه ليه قبل ما ييجي المدرب الجديد كلها حاجات لخبطك محمد يوسف مدرب محترم شخصية مش صدامية وفي نفس الوقت كان يستحق إنه يكون مدير فان ما هو ما فيش خلاف لكن إنت القرار اللي خدته حتدفع عنه زي أنت بتتكلم على عمالين يقولوا لنا هيرفي رينارد أولا ده كلام مش عايحصل هيرفي رينارد لو جيه مصر تبقى من عجائب الكرة ويا ريتي ييجي طبعا نتمنى راجل عنده كل المواصفات والخبرات طب إفرد هيرفي رينارد جيه قالك ما تفردش عليا حد هتعمل إيه هتسمع كلام مش كده أو هتصطادن بدأ أو هتقوله إذا ما كنتش أنت قادر تفرد رأيك ما تقولوش أو ما تعملوش قبل ما تشوف الليل حتمش إزاي عشان ما تجيبش المدربين تدايقها معاك إنما أتمنى أن يبقى واحد بحجم الكابت المحمد يوسف في أي جهاز خادم هو ده الصح